بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من بنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس إذا كنت حطلب من حضراتكم طلب النهاردة أنتوا تستحملوني شوية في الأرقام اللي هنتكلم فيها عندي أرقام كثيرة جدا في أوروبا بالمناسبة عشان أطبقها على النادي الأهلي ونشوف النادي الأهلي بيعمل إيه فعندي أرقام كثيرة جدا تخص اقتصاد كرة القدم حلقة ممكن يعتبرها البعض أن هي حلقة مش لازم أن احنا نتكلم قوي في هذا الموضوع ولكن هتعرف حضرتك يعني إيه اقتصاد أو يعني إيه صناعة صناعة كرة القدم واقتصاد كرة القدم العالمي والفارق الكبير ما بين ما يحدث في العالم وما يحدث في أفريقي خلي بقى لحضرتك ولماذا النادي الأهلي دائما هو أقرب الأندية لتطبيق نظام الاحتراف الأوروبي في أفريقيا ليه دائما بنقول هذه الكلمة بنقول الكلمة دي لأنه زي ما قلت لحضراتكم عندنا أرقام كثيرة جدا النهاردة بس من فضل حضرتكم ركزوا معايا في هذه الأرقام علشان نعرف يعني إيه كرة قدم وإيه الفلوس اللي بتدفع وإيه المصاريف اللي بتيجي وإيه السياحة اللي بتخش وإيه كل حاجة ويعني إيه الترانسفير ماركت أو الفوتبول ماركت في العالم كله الماركت أو سوق لعيب كرة القدم في العالم كله سوق بيع تشيرتات الأندية في العالم كله هل الموضوع ده بيجيب فلوس هل الموضوع ده بيخلينا نصرف على ندينا أو على الأندية اللي احنا بنشتغل فيها أكتر حاجة كويسة هل الموضوع ده مهم للدرجة دي هل في مليارات بتدفع علشان يكون هناك اقتصاد عالمي في كرة القدم هل النادي الأهلي بيحاول ليه النادي الأهلي ليه دايما احنا بنقول الكلمة دي ليه بنقول إن النادي الأهلي ده هو اللي دايما بيقربنا من أوروبا شوية لأنه النادي الأهلي بيحاول في كل الطرق يعني النادي الأهلي هو النادي الأقرب أو النادي اللي ممكن يعدي المليار أو المليار ونص فيه صناعة كرة القدم بناء على الميزانيات أنا بتكلم على الميزانيات عشان محدش يعمل قصة على الكلام اللي أنا بقوله لكن أنا بتكلم على ميزانية النادي الأهلي ما ليش دعوا بحد تاني أتكلم على ميزانية النادي الأهلي إن ممكن ميزانية النادي الأهلي هي اللي حتعدي المليار السنادي ممكن تعدي أكتر في كرة القدم بس بس حاجة اسمها البث والرعاية البث والرعاية دول بيجيبوا فلوس أدئيه في العالم كله ونشوف النادي الأهلي ليه النادي الأهلي الناس بتبصله بهذا الشكل وبهذا المنظر فالنهاردة حلقة مهمة جدا بس من فضل حضراتكم واني آسف جدا والله حاولت أقلل الأرقام على قد ما أقدر على قد ما أقدر حاولت أقلل الأرقام ولكن في أرقام ما انفعشت الشال من الحلقة كمان في الجزء التاني من الحلقة هنقش التفاصيل دي كلها مع ضيوف هما مجموعة من الشباب اللي حضراتكم تعودتوا تشوفوهم معانا على الشاشة شاشة قناة النادي الأهلي وشاشة البيت الكبير عشان الكون ما بقتش مجرد فنيات ولا تعاقد مع مدرب أو لاعبين لا من أكتر من عشرين سنة من أكتر من عشرين سنة بدأت كرة القدم في التحول لصناعة مكتملة الأركان ولها محددات ولها عوائد ونظام مالي وأصبحت جزء من الدخل قومي لبعض البلدان وبتشكل جانب كبير خد بال حضرتك من الكلام وبتشكل جانب كبير من اقتصاد بعض الدول يا عم إيه اللي أنت بتقوله ده كرة القدم أيوة فندم كرة القدم لها التأثير الكبير ده أيوة لها تأثير كبير جدا مش أنا اللي بقول بالمناسبة أنا حدي أنا نقلت أرقام وحوريها لحضراتكم بس أنا ما عملتش حاجة كل اللي عملته إن فريق الإعداد الأستاذ عمر البنوبي والأستاذ حاتم الشربيني والأستاذ هشام ومحمد عبد منصف الحياة النهاردة بازل مجهود ضخم كبير جدا في هذا الأمر فهذا الرباعي عمل لحضراتكم الشغل اللي حضراتكم هتشوفوه بازل مجهود كبير جدا عشان نقدر نوري لحضراتكم الأرقام الأرقام الحقيقية وإيه اللي بيحصل في هذا الأمر هي كرة القدم مش بس 90 دقيقة بالمناسبة اللي حضراتكم بتشوفوهم لا لا كرة القدم صناعة حوالين هذه الصناعة صناعات كثيرة جدا بتشتغل وبتخدم عليه وأرقام بالمليارات بالمليارات سواء أرباح أو خسائر وحبدأ مع حضراتكم النهاردة بالبث التلفزيوني للدوريات والعوائد بتاعته يعني إيه؟ يعني البث التلفزيوني في العالم كله والعوائد بتاعته عاملة إزاي؟ خلينا أقول لحضرتك الإحصائية التالية معلش؟ هنا حنبدأ الأرقام عوائد بث مباريات أو دوريات الخمسة الكبرى منذ كام؟ منذ 2016-2017 حتى موسم 2021 الدوري الإنجليزي كامي عام إسلام 8 مليار 9 مليار جنيه 9 مليار يورو سوري 9 مليار يورو الدوري الأسباني حوالي 5 مليار يورو طب الدوري الإطاري الإطالي 5 وربع مليار يورو طب الفرنسي 2.5 مليار يورو طب الدوري الألماني 3.5 مليار يورو إيه اللي أنت بتقوله ده عم إسلام هل الكلام ده حقيقي؟ أي وفند بالكلام ده حقيقي طيب ما يتعلق بعملية توزيع الإرادات المالية على الأندية في هذه الدوريات الدوري الإنجليزي مثلا والدوري الأسباني أنا بحاول أقلل على قد ما أقدر عشان حضراتكم تعرفوا الدنيا ماشي أزاي عشان محدش يقول لك لما إسلام يقول الجرار محدش يقول أي كلام وخلاص لا هتعرفوا التطبيق العملي مش اللي إسلام بيقوله ولا للنادي الأهلي بيقوله لا يا فندر العالم كله بيعمل كده في إنجلترا ستة أندية من أندية الدوري الممتاز بيحصلوا على كام؟ 58.52 من عشرة من إجمال الإرادات هم مين؟ منشستر سيتي، ليبربول، توتنام، وأرسنال، وتشيلسي، ومنشستر يونيتد طب قيمة تلك الحصة، الحصة دي قيمتها كام؟ 3.5 مليار يورو أما الـ 41.8 من عشر البقين تم توزيحهم على ما تبقى من أندية الدوري أي ما يقدر تقريباً بـ 2.5 مليار يورو ده الدوري الإنجليزي فقط وخلوني أقف عند الحتة دي شفتوا أسامي الأندية الستة الكبار بيعملوا إيه؟ الكلام اللي أنا بقوله ده هل معناه؟ أو الكلام اللي مش إسلام بيقوله أنا أسف الإحصائية في إنجلترا بتقوله هل ده معناه؟ أن نادي منشستر ونادي كذا ونادي كذا الأندية الخمس ستة أندية دول هم دول الأندية الأساس لأن دول الأندية اللي اجتهدوا واشتغلوا وخدوا بطولات ولهم شعبية كبيرة جداً في إنجلترا وبالتالي حصل لهم كده خدوا الـ 60% تقريباً 58.5% لو طبقت نفس المعايير دي هنا في مصر فهتلاقي نادي الأهل تلاقي نادي الأهل بس هو اللي عنده أنا بتكلم بجد والله بتكلم ببطولات وأرقام وكل شيء يعني لو في الدوري والله العظيم تلاتة أنا بتكلم لمصلحة عامة ولغرض عام بعيداً عن أي حد والله والله أنا بتكلم فيما يخص الأرقام اللي النادي الأهل المفروض تكون بالنسبة للنادي الأهل موجودة فلما تيجي تقارن مثلاً في الدوري النادي الأهلي خد كم دوري وبقية الأندية خدت كم دوري النادي الأهلي خد كم كاس واللي بعده كم النادي الأهلي خد كم سوبر واللي بعده النادي الأهلي خد كم أفريقيا واللي بعده فانطبق ده على ده طيب الدولة الاسبانية مش انجلتلة لوحدها يعني بس الدولة الاسبانية مختلف وده تأكيد ان كل دولة بتختلف عن التانية لكن المبدأ الاقتصادي واحد هنا 3 اندية من 20 نادي بيحصلوا على كام 58.8% 57.8% اللي هي قيمة تقريبا 2 مليار يورو لتلات اندية من العشرين والاندية طبعا ريال مادريد وبرشلونة وقتلتكم مادريد السبعتاشر فريق المائين بياخدوا 42.2% بقيمة واحد ونص تقريبا مليار يورو فاكرين بقى حضراتكم نظرية الاطر والجرار نطبق نطبق هذا الكلام ولم اكن اقصد اي حاجة تخص والله ربنا يعلم لا توجد اي بالعكس الاندية كلها على دماغي من فوق والله العظيم الكلام ده بقوله من قلبي ولكن هذه هي الحقيقة ان الارقام لا تكذب ولا تتجمل ان الوضع الاقتصادي والشكل الاقتصادي هو اللي بيحدده او اللي بيحدد بناء على ارقام كل نادي بدليل ان 58 وشوية في المية بياخدوها عوائد الدولي الانجليزي 6 اندية في اسبانيا 3 اندية من 20 نادي في مصر اكيد الوضع هيختار كل بلد وليها فلما تقولي انه ما قولك النادي القالي ياخد 60 70 80 مش عارف تريبا الرقم لكن مش هقول ارقام عشان ما حدش يزعل مني لكن انا وريت لحضرتك النظرية مش في مصر بارقامها في اوروبا في انجلترا وفي اسبانيا في احسن من كده يعني معنى كده ان الدولي الانجليزي برضو فيه جرارات والدولي الاسباني برضو فيه جرارات مش هعلى كتير عن الرقمت دي ولكن الارقام زي ما ذكرتها لحضراتكم واضحة وصريحة وتقدر تعمل سلش وراه وتشوف ففي اندية بتعمل القيمة الكبيرة العوائد البث واندية تانية طبيعي تستفيد لانها منظومة كاملة منظومة كاملة لكن من غير الاندية الجرارات لا محدش يمشي